السيناريست طبعا الكاتب والسيناريست والناقض السوري علي واجيه معنا في الستوديو أهلا وسهلا علي أهلا وسهلا فيكي ننورنا طبعا حسلامي أهلا وسهلا شو الأخبار؟ كيف كان مهرجان لقونا؟ بعدك راجع عرفنا من مهرجان لقونا المهرجان اللي يعني بدورته التانية كمان كان يمكن حصد نجاح بعد أكتر من الدورة الأولى تمام وأكيد كلنا بنفتخر أنه في عنا مهرجانات بالدول العربية مثل مهرجان لقونا خبرنا عن مشاركتك فيه كيف كان نظرتك لألو يعني الحقيقة مهرجان لقونا هو بالدورة التانية هي دائما الدورة التانية بتكون مثل امتحان لأن الدورة الأولى عادة المهرجانات بيكون فيها زخم وبيكون فيها حماس وبيكون فيها هيك حب الانطلاق فبيجي الدورة التانية بقى لا يثبت المهرجان هل هو جاد أم لا هل هو ناوي يستمر بشكل حقيقي وجدي سواء في جلب الأفلام وعرض الأفلام أو سواء وهو المهم للغاية اللي هو دعم صناعة الأفلام دعم صناعة السينما العربية من خلال التمويل المالي والدعم الفني وهذا مهم كتير وهذا اللي ما بينحكي عنه أصلا بالعادة كتير يعني مهرجان لقونا كل اللي حكي عن الفساطين وعن الريد كاربيتس صحيح والنجوم وأحمد الفي شاوي باس مرته على الريد كاربيتس ومن هدول لكن الحقيقة هذا كله لا يعني شيء مقاب أمام الجوهر الأساس والحقيقي حتى مدير المهرجان الأستاذ انتشار التمييمي قال بالكلمة الافتتاح قال هذا كله يعني ضد المهرجان أصلا لو لا الاهتمام بصناعة السينما فالجوهر طالما في اهتمام بالجوهر الأساس فهذا يعني أنه مش غلط لأمور الثانية يعني اللي راح لا يتفرج على الجلمر والقصص هاي بلاقي واللي راح لا يشوف السينما الحقيقية بلاقي وهو مهم صحيح طيب احنا كنا شفنا كليب دلوقتي من هوا أصفر ده مسلسل سوري لبناني بالتأليفك طبعا أعتقد التتري كان بغنيه لطفي بوشناق صح تمام المفروض كان يعرض في رمضان اللي فات فليه ما تعرضش وهو أصفر أعتقد فيه ليه معنى يعني آه طبع اللي تشرح لنا أكتر معنى هلا هو أصفر هو مو تأليفي لحالي هو تأليف يعني تأليفي مع شريكي في الكتابة الممثل يامل الحجلي وجه له تحية طبعا هو إخراج لأستاذ أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج شركة كتلة الإنتاج الفني والتوزيع اللي هو فعلا كان من المخطط أنه يعرض هو أصفر في رمضان الفائت يعني نظرا مجموعة من العوامل والظروف طبعا هي أعرض رمضان الجاي طيب يعني يا خلال المفروض يا خلال يعني هي الفترة القادمة يعني قبل رمضان ممكن أوف سيزن وممكن برمضان الحقيقة هذا عند الشركة المنتجة يعني أنا بتمنى قبل رمضان آه والله يعني برمضان بيكون في زحمة مسلسلات يمكن ما منلحق وبعدين وقتا يجي الإعادة من قولها هيدا خلاص أنا بتمنى أن يكون قبل رمضان يعني أعود المهم التابعوا بالحالتين سواء من رمضان صحيح الحقيقة هو فعلا يعني في مجموعة من الظروف والعوامل اللي علاقة بظروف الدراما السورية حاليا يعني بشكل أساسي هو مسلسل صح سوري البناني لكن هو إنتاج سوري هذا لعب دور بعملية التوزيع يعني عملية التوزيع نفسها اليوم بالمنتج السوري في مشاكل سواء مشاكل عرض على قنوات معينة أو يعني غير العرض في حال توافر العرض بيكون في مشاكل بالمبلغ يعني بالمال المدفوع بسعر المسلسل السوري وهذا عائد لأسباب إلى علاقة للأسف بالسوريين نفسهم وإلى علاقة كمان بظرف العام تبع السوري تعتبر أنت اليوم أنه يكون فيه وجوه عربية مشتركة ضمن مسلسل واحد ولا أي عمل يعني اليوم بيساعد على الانتشار الأكثر أداء أداء كمان بيساعد الشركة الانتاج يمكن أنه اليوم ترجع بمسلسلتين وانتشار كمان النجاح طبعو له طبعا هو شكل سوء بالنهاية يعني أنت بمنطقة بتحكم فيه السوء بالنهاية الدرامة التلفزيونية هي بيزنس أولا هي انترتينمنت وبيزنس إذا هي ما جابت فلوس للمنتج اللي عام ينتج فهي بالنهاية طبيعي إنه ما ينتج فهو شكل بتحكم فيه السوء نحن عملنا بانقرب بعد مسلسلين سوريين بحتين يعني بشكل خالص لمجارات السوء يعني لكن حاولنا بهواء أصفر إنه يكون الطرح حقيقي ما يكون مفبرك يعني ما يكون مجرد لتركيب سوري لبناني إنه نعمل حاولنا نقول وجهك مظهر معين مثل ما بيعون باقي المسلسلات بيكون البي سوري والابن لبناني والخالي فلسطيني وكذا أبس مولت النج برضو معناقي هوا أصفر هلأ هوا أصفر يعني هو يعني هو يلو علاقة بمجموعة من المعاني يعني نحن شايفين اليوم إنه المنطقة اللي نحن عايشين فيها هي الهواء فيها أصلا يعني من نتيجة التراكمات الهائلة اللي مرت فيها هذه المنطقة لقينا إنه الهواء نفسه صار يعني نوعا ما ملوث إذا بدك بشكل ما الحب صار ملوث بشكل ما العلاقات الاجتماعية الأسرية العائلية الحب كله هات شفنا الظرف العام شفنا إنه هاي المنطقة نوعا ما فيها شيء ملوث فسميناها أصفر كنوا من الإحالة وأيضا يعني العنوان نفسه إنه شيء مادي بقلب المسلسل إن شاء الله بس ينعرض نشوفه شازين نحرأه طيب أنت تعاونت كتير مع وسيم السيد مخرج ليكو نجحات كتير مع بعض كان ليكو فيلم اسمه نخاع حصل على جائزة كام دكات سنة 2012 صح وأعتقد كان ليكو أيضا فيلم بعد كده اسمه دوران أيضا صحيح بتتفقلوا بعض يعني بتحب بتشتغل معه بيبقى في دايما سنائيات كده عندنا في السينما أو في التلفزيون إنت ده نقول عليكو كده والله أنا تعرفت يعني أنت عم ترجعين للسينوات ملمو ولا إيه عشان ملمو لا لا هو هلأ مستقر هو استقر هناك ويعني نحن بلشنا مع بعض بشي مشروع كان صغير اسمه فلاش سوري كتير أيوة كان شيء مستقل على اليوتيوب وبدأ بإمكانيات بسيطة ويعني حتى إمكانيات فنية وإمكانياتنا الشخصية نحن كان بسيطة كان مسلسل بيوتاب على الإنترنت كان ويب دراما كان أول مرة كمان كان أول تجربة سورية بهذا المجال بلشنا بشيء بسيط عملنا خمسة عشر يعني يعني حلقة حلقة ووقتها اشتغلنا مع وسيم اشتغلت أنا وسيم وكان فيه شريكين ممثلين وكمان بوجيرون تحية حسام جليلاتي ويقام اسماعيل وكملنا بقى مع وسيم بعدد من الأفلام القصيرة اللي زكرتها حضرتك فيه فيلم ثالث كمان عملنا اسمه ابتسم فأنت تموت هذا 2015 هذا 2015 نالت مجموعة من الجوائز الحمد لله ووسق يعني فلا يعني نحن حقق هيك صار فيه كيميا بيني وبينه وشلنا معض إذا بدك يعني والنجاحات أكيد مستمرة بس سريعا لو سمحت عليه شو مشاريعك المستقبلية هلأ بانتظار نحن عرض هو أصفر بالدرجة الأولى عم اكتب أنا ويامن شي جديد يعني حنشوف بلك هذا الموسم أو يعني عم نشوف هلأ وضعه فأنا شغال بالكتابة والموضوع النقدي كمان يعني عم اشتغل فيه عم اكتب لا أكتر من مكان أنا بصراحة منتظر هو أصفر لأن المشاهد اللي شفناها يعني بتجمع أهم الممثلين السورية واللبنانية كمان فنحن يعني كلنا والمشاهدين أكيد محمسين اللي نشوفه وأكيد بانتشكرة الكلتعب فيه الحقيقة فإن شاء الله يعني إن شاء الله خير شكرا لك علي واجيه السيناريستا السوري طبعا والناقد كمان بشكرك ودايما منورنا في مصر شكرا 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 شكرا